عقدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد اجتماعا موسعا مع ممثل البنك الدولي لمناقشة آخر مستجدات إعداد التقرير القطري للمناخ والتنمية والذي يعده البنك في عدد من الدول ومنها مصر وخلال اللقاء أشادت الوزيرة بالدعم البناء المقدم من البنك خاصة في ملف المناخ ودعم استضافة مصر لمؤتمر المناخ وأكدت وزيرة البيئة حرصها على الخروج بتقرير قطري للمناخ والتنمية في مصر يقدم نموذجا مفيدا لدول الأخرى ويعرض بمؤتمر المناخ كأحد الخطوات الهامة في مسيرة مصر نحو مواجهة آثار تغير المناخ